موقع حصص أونلاين نضع العلم بين يديك التأسيس. أهم ايشي التأسيس. وشو اتفاقنا احنا حكينا? حكينا بتكون تسمعوا الكلام. تسمعوا الكلام ولا لا? او استاذ هنسمع الكلام. خلاص. اول شي اللي عاد مطلوب منك. يكون معاك دفتر. دفتر. لازم يكون معاك دفتر الان. ها? دفتر. وطبعا انا بنصحكم دفتر بنكون الكبير. اللي حجمه كبير. مش اللي صغير. اللي هو بيجي دفتر كبير يعني. يكون هيك لها هيك بيجي كبير. تمام يا استاذ? دفتر. وكن معاك اقلام. اكيد طبعا دفتر اقلام. اقلام يعني كن معاك اقلام وكلام ملونة كمان. على الاقل ازرق اسود احمر اخضر اقلام ملونة. جبوا اقلام ملونة. الان شو راح نعمل يا استاذ? الان بدك انت تحضر الحصة. هتحضر الحصة كاملة. احضر الحصة كاملة. تكتبش ولا اشي. ولا اشي ولا اشي تحضر الحصة كاملة. ممتاز. مش حكتوا بيعني طب ليش الدفتر والاقلام. الله يسامحك. لا 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 جاييك في الحكي. هيكون معك اقلام. ودفتر. هتحضر الحصة كاملة. بعد ما تحضر الحصة الان. طرد تحضرها من الاول. اه تفتحها الحصة. تكتب. هدول الاسئلة تكتبهم. بدون اجابات طبعا. هتكتب بدون اجابات. وتبلش انت ايش? اتجاوب باديك. اتجاوب باديك. واول قاعدة عنا في الرياضيات. ازا ما بتحل باديك بتروح عليك. ازا ما بتحل باديك بتروح عليك. ها دير بالك. ازا ما بتحل باديك بتروح عليك. ازان انت لازم تحل باديك. وهاي حطها في بالك مية بالمية. لازم احل بايدي. لازم احل بايدي. يقول اه السلام يا استاذ شو هالترتيب هاض؟ اه بدي اكوا تكونوا مرتبين كمان. اهتموا بشغلة الترتيب. الواحد لما يسوي الشغلة بترتيب بتمسك بمخه. ولما يسوا هيك عفشجة بتعمل بمخه عفشجة. ولما يسوا بترتيب بتمسك بمخه مرتبة. طب يا استاذ ماشي الحال. ماشي. واحنا حكينا لكم سواء انت الان طالب اه كنت بالاول الثانة وانت قالت للتوجيه. سواء كنت منقطع عن الدراسة. سواء كنت مسافر. سواء انت موظف او موظفة. وحابب الان تاخد توجيهي. سواء مدني عسكري شركة خاصة. الان هنمشي عمهلنا. هنمشي على ايش? عمهلنا. ايش برامة كتير? حكيت كتير? يلا والساس. بلش. حاض. اول شغلة عند الطلاب اللي هي شغلة الاشارات. دايما الطلاب قولك الاشارات الاشارات. الاشارات الاشارات. طيب. احنا هنعرف الان الاشارات في حالة في حالة ايش? في حالة الضرب. والضرب زي وزي القسمة. الضرب زي وزي القسمة. حلو يا استاذ. الاشارات في حالة الضرب. تعال نشوف. هاي القاعدة. ايش ياك تعرف القاعدة هسه? خالنشوف هون. حالة الضرب. طيب. تلات ضربة اربعة. طب هي سهلة يا استاذ جدول الضربة هات؟ 3 ضربة 14 سالعين فيش فاقشي الشايفين إشارات طب عادي 3 ضربة 14 حلو بس هيك أستاذ بس هيك 2 ضرب 5 10 2 ضرب 15 بلشت نشوف إشارة هايها أيوة بلشنا نشوف شكل الإشارات هاي شو الإشارة هاي؟ سالب هاي اسمها سالب اللي هي ناقص يعني سالب أو ناقص سالب 3 ضربة 5 أنا شايف إشارة سالب بس شايف إشارة واحدة طب طلعها بالجواب هايها هايها الإشارة اللي انت شايفها إشارة اللي انت شايفها هايها طب حلو 3 ضربة 5 15 إذن الجواب سالب 15 الجواب شو اسمه؟ سالب 15 أو ناقص 15 خلنا نحكي سالب سالب 15 إذن كنت شايف إشارة واحدة أكتبها في الجواب وأضرب 3 بخمسة 15 طب ولله سهلا ما فيش فيها اشي شايف كم اشار احد سالب خلاص اكتبها في الجواب اتنين بستة اتناش تنزل يعني سالب بتنزل في الجواب سالب تنزل سالب تنزل طب برضو استاذ سالب واحدة بس هاي انا فيش غير انا شايف اشارة واحدة ليه السالب هاي تنزل هكتبها في جواب نسميها تنزل يعني تنزل في الجواب واربع بخمسة عشرين يا سلام والله فيري ايز Language يا استاذ سالب واحدة تنزل ثلاثة بسبعة واحد وعشرين جدول الضرب عادي حفظينه جدول الضرب اذا مش حفظينه هنحفظوا كمان جدول الضرب هنحفظوا هعطيكوا طريقة تحفظوه كيف خلصنا من هدول تعال هون ايوه طب انا شايف اشارتين سالب وسالب طب ماشي شوف يا سيد العزيز سالب وسالب السوالب بتضربوا بعض هاي السالب بتضرب هاي السالب السالب هاي بتضرب السالب هاي بروحوا مع بعض يعني في حالة الضرب السالب بتروح مع السالب. بتضربوا بعض. ها. بتروح سالب. مع سالب. طب ما اضلي يا استاذ. ما اضل سالب وسالب. خلاص عادي اضرب. تلاتة باربعة اتناش. ممتاز. طب سالب وسالب. بتضربوا بعض. سالب تضرب سالب. سالب ضرب. سالب. سالب تضرب سالب. مع السلام. خمسة باربعة عشرين. سالب ضرب سالب. سالب تضرب سالب. خمسة بخمسة. خمسة وعشرين. سالب ضرب سالب سالب تضرب سالب سالب تروح مع سالب سالب تضرب سالب ستة بستة ستة وتلاتين جميل حلو يبقى اذا انت شايف سالب واحدة اكتبها في الجواب شايف سالبين سالب تضرب سالب يعني ما اكتبهم في الجواب يا استاذ ما اكتبهم في الجواب لا تكتبهم مش خلاص سالب تروح مع السالب بلا واجع قلب صليتوا على النبي يا جماعة ممتاز يا أستاذ والله سهل الشغلة هاي تعال هون إيش هي الأقواص معناها 3 وقوس معناته ضرب هذا هذا معناه ضرب القوس هذا لما تشوف القوس هذا بالرياضيات إيش بره القوس وإيش جوه القوس هذا معناه ضرب طيب 3 بتمانية كم 3 بتمانية 24 وعادي جدا عادي جدا إنك يعني حاليا مش حافظ جدول الضرب احفظه جيب جدول الضرب ويحفظه ماخدش معك ساعة زمان كل يوم احفظ لك واحدة منهم احفظ جدول الاثنين بعدين جدول التلات بعدين الاربعة يعني وهي سهلة الشغلة يعني 3 بتمانية ما أنا بعرف يا أستاذ 3 بتلاتة سهلة 3 بتلات سهلة 3 بأربعة 3 بخمسة 3 بستة 3 بسبعة 3 بتمانية 3 بتسعة 3 بعشرة 3 بتلاتة هيتحفظها تسعة طيب في جدول الضرب احنا بنزيد تلاتة كل مرة كل مرة بنزيد تلاتة يعني تسعة بصير طب 3 بأربعة زيد تلات تسعة 10 11 اتناش. زيت تلاتي. تلاتي. ترتاش اربعتاش خمستاش. زيت تلاتي تم quarantاش. تلاتة بستة تمonطاش. زيت تلاتي بتصير واحد وعشرين. زيت تلاتي تصير اربعة وعشرين. زيت تلاتي تلاتة ما هي كاتش? تلاتين. هيك كل الجدول هو استاذ? اه كل الجدول هيك. تلاتة بتلات تسعة. اعرف الاولى. طب وبعدين اللي بعدين منزيد تلات. تسعة زيد عليها تلات. تسعة زيد تلات. عشر احداش اتناشر. اتناشر. تلاتاش اربعتاش خمستاش زيد تلات. خمستاش. ستات سبعتاش طمانطاش. طمانطاش تسعتاش عشرين واحد وعشرين واحد وعشرين. اتنين عشرين تاتة عشرين اربعة وعشرين. اربعة وعشرين. خمسة وعشرين ستة وعشرين. سبعة وعشرين. سبعة وعشرين. ثمانية وعشرين. تلاتين. هيك الجدول. في جدول الاربعة. في جدول الاربعة. بنزيد اربعة. جدول الخمسة لا هذا سهل وسهل جدول الخمس هذا. سهل. خمسات عشرات. خمسات عشرات. ما روح جدول الخمس. طب ما علينا من الجدول حس. تعال هون. حكينا القص هدا شو معناه؟ معناه ضرب. طب انا شايف اشارة سالب واحدة. تنزل. سالب تنزل. سالب تنزل. سالب تنزل. اتنين ضرب تسعة. طمانطاش. اه يا استاذ. انا شايف موجب. وشايف سالب. الموجب يا سيدي في الضرب سيبك منه الموجب ها. سيبك منه. الموجب سيبك منه. خلاص. او حابب تحكي موجب ضرب سالب بيجي سالب. موجب ضرب سالب سالب. مختلفين هدول سالب. ها موجب ضرب سالب سالب. السالب اقوى من الموجب. السالب اقوى من الموجب. ها. سالب. موجب ضرب سالب سالب. واتنين بخمسة عشر. او انت عمل حالك في الضرب مش شايف الموجب. ها. في الضرب بعمل حالك الشي في الموجب. بظل هالسالب. طيب استاذ سالب وسالب. ما احنا حكينا السالب بتضرب السالب. ما هي الاقواس عاي معناها ضرب? تلاتة بواحد تلاتة. طب سالب واحدة تنزل. خمسة باربعة عشرين. صليتوا عن نبي يا جماعة. والله استاذ جميل جدا. سهل الشغلة. طيب. هاده ضرب. هاده قسمة. القسمة نفس الضرب. القسمة نفس الضرب. شوف يعني. شو يعني القسمة نفس الضرب. قسم تمانية تقسيم اتنين. تمانية تقسيم اتنين اربعة. هي سالب شايفها تنزل. شايف سالب تنزل. عشر تقسيم اتنين. خمسة. هي سالب وسالب. سالب تروح مع سالب. ستة تقسيم تلات. اتنين. هي شايف سالب تنزل. اربعة تقسيم اتنين. اتنين. يبقى القاعدة القاعدة ازا شفت سالب لحالها بتطلع بالجواب. سالب لحالة بتطلع بالجواب. سالب لحالة بتطلع بالجواب. سالب لحالة بتطلع بالجواب. طب شوفت سالب مع سالب بالضرب. سالب تضرب سالب. 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 الاقواس هاي معناها ضرب. تلاتة بتمانية اربعة عشرين. شايف سالب تطلع. اتنين بتسعة تمنتاش. الموجة باعتبر حالك مش شايفة في حالة الضرب. طيب شايف سالب انا هسا? هاي ها. سالب تطلع. اتنين بخمسة عشرة. سالب تضرب سالب. تلاتة بواحد تلاتة. شايف سالب واحدة. تنزل. خمسة باربعة عشرين. هون القسمة نفس الضرب طبعا. تمانية تقسيم اتنين اربعة. سالب تنزل. عشرة تقسيم اتنين خمسة. سالب تضرب سالب. سالب تروح مع سالب في القسم زي الضرب. ستة تقسيم تلاتة اتنين. سيف سالب تنزل. اربعة. تقسيم اتنين. اتنين. يبقى هادا في حالة الضرب. هادا في حالة ايش? هادا في حالة الضرب. ماشي الحال? هدا في حالة الضرب. الان. الان. حابب انتا اه توقف لفيديو. وقف. ما في مشكلة. وقف الفيديو. ها. وقف الفيديو. وبعدين طب انقل الاسئلة هاي. زم انا كاتيبها هيك بدون الاجوبة. بدون الاجوبة. وبلش انت الان عالدفتر اللي عندك بترتيب تنظيم جاوب. بلش انت جاوب. طب بعد ما جاوب شوف الاجوبة نفسها ولا مش نفسها. ودرب ايديك على ما تتعود. لازم تعمل زي ما بحكي لك بالزبط. اعملوا زي ما بحكي لكم بالزبط يا جماعة. اموركم تصير تمام مية بالمية ان شاء الله. انا بهمني في طالب الادب انه يسمع الكلام. صحيح. اعمل لنا بحكي لك عنه. زي ما بحكي لك ساوي. فممكن الان توقف الفيديو وتساوي الجزءات. وهذا الاشارات في حالة الضرب. طيب شو اللي انت كد بفوق هذا يا استاذ? موجب ضرب موجب كتب لنا موجب. ماشي. موجب ضرب موجب موجب. ماشي. اشارات. سالب ضرب سالب موجب. اللي شبه بعضه بعطي موجب. اللي شبه بعضه بعطي ايش? موجب. والمختلف بعطي سالب. المختلف بعطي سالب. في حالة الضرب اللي شبه بعضه بعطي موجب. هاي بتشبه هاي بتعطي موجب. هاي سالب بتشبه هاي بتعطي موجب. طب هدول بختلف شكلهم. سالب ضرب موجب مختلف شكلهم بعطي سالب. مختلف شكلهم بعطي ايش? بعطي سالب. هذا الاشارات في حالة الضرب وزيها زي القسمة زيها زي مين القسمة طيب صليتوا على النبي يا جماعة اللهم صلى على سيدنا محمد جينا الان لهون اللي هو الان الاشارات في حالة الجمع والطرح الاشارات في حالة الجمع والطرح اه يا استاذ كتب لنا جملة انت ايش هي الاشارات في حالة الجمع والطرح الاشارات في حالة الجمع والطرح كاتب لك انا احترام الكبير احترام الكبير ايش طبعا واجب احترام الكبير واجب احترام الكبير واجب هذا اول شغلة رقم واحد طب وبعدين يا استاذ بتشوفهم الان اذا زي بعض اشاراتهم اذا اشاراتهم زي بعض اجمع طب وازا اشاراتهم مختلفين اطرح يبقى واحد احترام الكبير واجب هس بحكي لك شو يعني احترام لكبير واجب. احترام لكبير واجب. وبعدين بتشوف رقم اتنين. رقم اتنين يا جماعة. ازا الاشارات زي بعض جماعة. ازا الاشارات مختلفة ايش? اطرح. طبعا انت عندك قاعدة. اللي ما في قدامه اشارة يعني مهجب. اللي ما في قدامه. اللي ما في قدامه اشارة. معناته اشارته موجب. اللي ما فيش قدامه اشارة معناته اشارته ايش? موجب. طب تعاني اشوف الاسئلة. تلات زي سبعة. لا يا استاز. روضة هاي تلاتة زي سبعة. طب يا سيدي مش مش مشكلة خلينا نمشيها. تلات زي سبعة عشرة يا استاز ما بدهاش هاي. لا لا احبان. تلات زي سبعة عشر. ستة زيت اتنين لا تمانية. حالو خمسة زاية سبعة صعبة هاي اقتنااش طيب اتنااش زاية تمانية 18 زاية عشرين هدة سهل هدة كله سهل يا استاذ الروضة هاد شو سهل هاد بيّنت ريحة السوالب ما هي السوالب هاي هي اللي الطلاب بيخربطوا فيها بس يشوفوا السالب بيخربطوا أما إذا ما فيش سالب الأمور كلها سهلة هي شغلة السالب هاي بس نشوف ريحة السالب هاي كأنها شمين رحة حريق. بس ان شاء الله بتصير سهلة الأمور. ان شاء الله بتصير رحة شاوي. طيب سالب ثلاث سالب خمسة. الان نبلش شغلنا. نشوف نا السالب هنبلش شغلنا. اولا احترام الكبير واجب. هاي رقم واحد حكينا. احترام الكبير واجب. من الكبير? التلات ولا الخمسة? لا الخمسة. احترام الخمسة واجب. لازم احترام للخمسة. شوي يعني احترام للخمسة. شو اشارة الخمسة? سالب. نحط سالب. يبقى دايما احترام الكبير ونحط اشارته. احترام الكبير ونحط اشارته. طب وبعدين يا استاذ. هدول التنين العددين هدول زي بعض واللي مختلفين? هادا العدد سالب. وهذا العدد سالب. ازا زي بعض بدعموا بعض. ازا زي بعض بدعموا بعض. شو يعني بدعموا بعض? يعني بيجووا بعض. يعني بتجمعهم. تلات وخمسة تمانية. ازا سالب تمانية. حلو. يبقى اولا احترام الكبير احترام الكبير الكبير الخمس اشارته سالب نحط اشارته دايما احترام الكبير اشارته سالب نحط سالب طب يا استاذ احترمنا الكبير عندي هون سالب ثلاثة وسالب خمسة الاشارات زي بعض زي بعض شو اعمل زي بعض اجمع بيدعموا بعض بيقووا بعض ادعمهم اجمعهم ثلاثة وخمسة كام تمانية ازا الجواب سالب تمانية طب نيجي لهون الكبير مين الكبير سبعة. احترام الكبير واجب. حط اشارته سالب. هدول زي بعض. بيدعموا بعض. تلتنين والسبعة بصورو كام? تسعة. وكانوا احنا يعني صغار ما كانوا يعلمونا السالب. كانوا يحكو لنا هادي ديون. السالب ديون. عليك دين. عليك دين. دين. عليك دين. مديون للسوبر ماركت. مديون بدينارين. وكمان سالب مديون كمان بسبعة دينانير. اشتريت صار عليك سجل عالدفتر دينارين. السالب يعني عالدفتر دينارين. وبعدين كمان سالب عالدفتر كمان في سبعة دينانير. ايه اشتريت بدينارين واشتريت بسبعة دينانير. يعني علي صار علي تسعة دينانير. عليك تسعة دينانير ها. مديون بتسعة دينانير. هيك بتزبط برضو. حلو. بتاعون المباريات. اجا فينا قولين. واجا فينا سبع تقوال. معناته يا استاذ اكلنا هو. اجا فينا تسع تقوال. بزبط. طيب برضو هون احترام الكبير. الكبير اتناشة. احترام واجب. اشارته سالبة. طيب هاد زي هاد. سالب وسالب. ديون كلها. انديانت بستة وانديانت باطناشة. او هادول زي بعض اشاراتهم اجمعهم. ستة واثناشة. طيب برضو احترام الكبير. الكبير عشرين. احترام واجب. اشارته سالب. طيب ما يا استاذ هذا سالب وهذا سالب. زي بعض. زي بعض جمعهم. عشر وعشرين. سالب تلاتين. تعال هون الان. ايوة. برضو على نفس النظام ما فيه سوالب. ازا نستخدم القواعد. استخدم القواعد اللي احنا عارفلنا. احترام الكبير. هاي عندك خمسة وعندك تسعة. لا الكبير تسعة. هاد بدك تحترم التسعة. شو اشارة التسعة موجب? حط موجب? مش ضروري تحط موجب. طيب لو حطيت موجب يا استاذ. عادي متفقين. طلب لو ما حطناش موجب يا استاذ. برضو عادي. الموجب تكتبها او ما تكتبها. ما بنكتبها شي الموجب. طيب. ابي احترام الكبير الاشارة هون موجب. هاي ها موجب السيدي. هدول زي بعض ولا مختلفين? لا مختلفين. هدا سالب وهدا موجب. ازا مختلفين بتقطع بعض. او بتنقص واحد من التاني. نقص للصغير خمسة من تسعة. شو احترام الكبير. العشرة موجب. احترموا. حط اشارته. طب في واحد سالب وفي واحد موجب. ايوة. نقص اللي صغير من الكبير. نقصهم من بعض. نقص لي تلات من العشرة. بطلع الجواب عندك ايش? سبعة. موجب سبعة او سبعة بدون موجب. مش مشكلة. احترام الكبير واجب. التمانية هو اللي كبير ولا الاربعة? لا التمانية. شو اشارته موجب? ها بنحط موجب. ماشي. هاد سالب. وهذا موجب. هنقصهم من بعض. تمانية نقص لي منها اربعة. صير عندك اربعة. ماشي الامور? ماشي. واحد موجب واحد سالب هايو. احترم الكبير. الكبير تسعة. اشارته سالب. احترمو. نقصهم من بعض. نقص لي ستة من تسعة. بتضل عندك تلات. برضو الكبير عشرة. احترمو واجب. اشارته سالبة. واحد سالب. واحد موجب. نقصهم من بعض. خمسة نقصها من عشرة بضل عندك خمسة. احترام الكبير واجب. الاربعة الكبير. اشارته سالب. واحد سالب. واحد موجب. نقصهم من بعض. نقص لواحد من اربعة. بتلعي تجاوب عندك سالب تلاتة. احترام الكبير واجب. اشارته سالب. التلاتة هو الكبير. اشارتها سالبة. هذا واحد سالب واحد موجب نقصهم من بعض. ضل عندك واحد. احترام الكبير واجب. الاربعة اشارته سالب. واحد موجب واحد سالب نقصهم من بعض. بيطلع عندك برضو ايش? واحد. طيب. خمسة ناقص اتناشر. خمسة استاذ فيش جنبها اشارة? معناته زائد. اللي ما فيش جنبه. اللي ما في قدامه اشارة معناته موجب. طيب احترام الكبير واجب. من اللي كبير? خمسة ولا الائتناشر طبعا الاتناشر. شو اشارته? سالب. طب واحد موجب واحد سالب. نقصهم من بعض نقص هاد من هاد. خمسة من سبعة سالب سبعة يعني. اللي ما فيش قدامه اشاره معناته موجب. 보여فيش قدامه اشارة يعني موجب. احترام الكبير واجب هناخد اشارته سالب. موجب وسالب اطرحهم تلاتة من سبعة. اربعة يعني سالب اربعة. وفيش قدام اشارة يعني موجب. احترام الكبير التمانية ناخد اشارتها. هذا واحد موجب واحد سالب نقصه من بعض. نقص اتنين من تمانية ستة. برضو ما فيش اشارة قدامه يعانته موجب. احترام الكبير. الكبير عشرة. اشارته سالب. واحد موجب واحد سالب. نقصهم من بعض. نظل عندك معناته استه السبعة. فيش قدامه اشارة هذا يعني موجب. احترام الكبير. الكبير اتناش. اشارته سالب. واحد موجب واحد سالب. نقص هم من بعض. اربعة من اللي اتناش. تمانية. فيش قدام وشارة هاي الحط له موجب، احترملكبير احداش خود اشارته. طيب واحد موجب واحد سالب. نقصهم من بعض. نقص للخمسة من اللي احداشبل عليك ستة. يعني سالب ستة. طب هادا موجب سبعة. ما وجب سبعة وسالب سبعة واحد موجب وواحد سالب بطلع الجاوب هون ايش صفر لانو موجب سلبل مننقصهم بطلع ايش صفر سالب سبعة وموجب سبعة هذيك سبعة ناقص سبعة صرف. طب سالب سبعة زيت سبعة زي بعض واحد موجب واحد سالب صفر زي بعض واحد موجب واحد سالب صفر الجواب صفر ايش الجواب يبا هذا الكلام في حالة الجمع ايش الجمع والطرح الجمع والطرح اترامل كبير واجب ايش يعني احترامل كبير واجب يعني نحط اشارته اللي كبير بنحط اشارته الاستاذ اذا الاعداد زي بعضية بنجمعها وازا الاعداد مختلفين شو بنعمل بنطرحها اعداد مختلفة بنطرحها واللي ما في قدامه اشارة اشارته ايش? اشارته موجب. الان برضو في الاشارات في حالة جمع والطرح. الان ممكن توقف الفيديو. وبعدين شو تعمل? تكتب الاسئلة هاي. بدون حلول. تحلهم. وبيهمني تكتب هدول بايديك. الاشارات في حالة الجمع والطرح. احترام الكبير واجب. شو يعني احترام الكبير واجب? نحط اشارته. ازا زي بعض اجمع. ازا مختلفين اطرح. اكتبوا الكلام هده بايديكو عشان يلزك يلزك. طيب. اللي ما في قدامه اشارة اشارته ايش? موجب. طبعا احنا لما نكون في السؤال كله مش نبين اشارة سالب. خلاص الحل عادي جدا. صورة عادية طبيعية جدا جدا. ازا انا حكيت الان الاشارات في حالة اول اشي الضرب هناك. الضرب. وهون حكيت الاشارات في حالة الجمع والطرح. هاينا هيك خلصت موضوع الاشارات. في حالة الضرب? في حالة الجمع والطرح. لازم تتمرن عليها بايديكو. ليش يا استاذ اتمرن عليها بادينا? حتى ما تدخلوهم في بعض. ماشي? اتدرب بايديك. اتدرب بايديك. الرياضيات بتوصيك. وبتقول لك ازا ما بتحل بايديك. بتروح عليك. هاي تأسيس اشارات. هاي هيك تأسيس ايش يا جماعة? تأسيس اشارات. ان شاء الله تتقنوها مية بالمية. وتنجلش لشغلة جديدة. لما تكون الشغلة الجديمة. اتقنتها مية بالمية. الله رفق معيكم ان شاء الله. موقع حصص اونلاين. نضع العلم بين يديك. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة.